طيب تكملة بس لموضوع الحصة اللي فاتت طبعا كنا بنتكلم على حاجة اسمها الحرارة النوعية للمية وكنا تكلمنا فيها كده كده هنراجع وهنتكلم فيها تاني بس هنقول بس النقطة اللي نقص فيها كلنا كنا عارفنا أو كنا قولنا قبل كده ان احنا عندنا المية هي عبارة عن ايه؟ زارة اكسجين مع اتنين هيدروجين اللي هي المفروض اتش تو او والمفروض ان الاكسجين مرتبطة بالهايدروجين برابطة بنسميها لرابطة تساهمية وفي زاوية ما بينه الرابطتين اللي هي مية واربعة ونص ده في جزء المية الواحد اما بالنسبة ليه جزيئات المية نفسها لما بتكون المية عبارة عن عدة جزيئات طبعا بتبدأ ترتبط المفروض المية بزراك الهيدروجين الاخرى بروابط اسمها الروابط الهيدروجينية وكده وكنا تكلمنا على موضوع الروابط الهيدروجينية وهنتكلم عليها بس امان خلاص الجزيئة دي طيب بسبب موضوع الروابط الهيدروجينية بس حبيت افكركم بس ان الرابطة الهيدروجينية هي رابطة بتربط ما بين جزيئات المية المختلفة ده بيسبب ايه بيسبب ان بيخلي الحرارة النوعية للمية مرتفعة ايه الحرارة النوعية بتكون رقمها كام او بتكون كام بتكون حوالي اربعة تلاف وميتين جول على فده اسمه حرارة نوعية يعني بتخلي الرقم او درجة الحرارة النوعية المية عالية طب ده بقى بيفيدنا في ايه قال يعني هل ده شيء مضر او يعني شيء كويس ولا شيء مش كويس هو اولا بيخلي اعتدال المناخ يعني لما بنيجي نقول مصر معتدلة او المناخ بتاعنا معتدل طبعا لان مصر طبعا بتبقى محاطة من الشمال بالبحر المتوسط ومن الشرق بالبحر الاحمر وفي عندنا نهر النيل يعني عندنا تقريبا في مسطحات مائية فبيخلين درجة الحرارة بصفة عامة معتدلة طب ده بيكون ايه السبب ايه سبب اعتدال درجات الحرارة ان احنا بيكون عندنا مناطق ساحلية يعني مثلا زي ده الرمل وهنفترض ان ده البحر كده المفروض عندنا دايما الهوى بيكون عندنا نوعين من طيارات الهوى طيارات باردة وطيارات ساخنة دايما السخن بيكون خفيف كسفته قليلة فمن فوق البحر من فوق البحر بتطلع الطيارات الساخنة الفوق وبينزل الهواء البارد لتحت يعني بيكون على سطح المية ايه هواء بارد الهوى البارد ده بيتحرك نحية الشطر طبعا لو جينا نقارن درجة حرارة الرمل لو احنا روحنا مسيف او روحنا على شاطئ البحر وجينا نقارن درجات حرارة الرمل ودرجات حرارة المية هنلاقي ان الرمل بتاع البحر بيكون سخن جدا اما المية بتكون مهتدلة او الدرجة حرارة المية بتكون كويسة فده بيسبب حاجة اسمها ناسيم البحر يعني لما بنجي نقض على الشط على رغم من سخونة الرمل او ان الرمل بيكون سخن جدا بيبدأ يجي لنا هوا بارد من البحر ده بنسميه ايه بنسميه ناسيم البحر طب بسبب ايه بسبب ان الهواء الساخن بيسخن تمام وبيتحرك لفوق وبعد كده الهواء السائع اللي موجود فوق سطح المية بيبدأ يتحرك نحية الشاطئ طب ده كله ده بيحصل بسبب ايه ارتفاع الحرارة النوعية للمية طيب ده بيقدل ايه يعني ايه ارتفاع الحرارة النوعية برضو للمية اولا احنا المية عندنا البحر والمحتاط بتبقى مسطحات مائية كبيرة جدا فالمفروض ان هي بتبقى معارضة طول النهار لكميات كبيرة جدا من اشعة الشمس عندنا المية المحيط مثلا بيكون ضخم فطول النهار بيكون معارض لكميات كبيرة جدا من ايه من اشعة الشمس الطبيعي جدا ان هو ان المية لو امتصت كل اشعة الشمس دي الطبيعي ان المية ده هتسخن جدا ممكن تصل لدرجة مثلا الغليان لكن الكلام ده ما بيحصلش ان المية بتقدر تمتص كمية كبيرة جدا من اشعة الشمس ولكن ما بترفعش درجة حرارتها درجة كبيرة بل بالعكس بتكون المية دافية بس مش اكتر فبنعتبر ان المياه البحار ومياه المحيطات خزانات حرارية ضخمة جدا للحرارة يعني حرارتها بتكون دافية ولكن لا ترتفع درجات الحرارة ده بيسبب ايه ده هو احنا بنتكلم في النقطة اللي هي تأثير التغيرات في درجة الحرارة على الكنات البحارية ده بيسبب حاجة اسمها استبات النسبة لدرجة حرارة المية يعني المية ما بيحصلش فيها تغيرات حرارية كبيرة حتى مع اختلاف درجات الحرارة على فكرة المية بتكون من النوع اللي هو بيكتسب حرارة ببط ويفقد الحرارة ببط وده بيسبب ان هي ايه ده بيسبب حاجة اسمها الاستقرار في البيئة البحارية المحيطة او بيسبب ان بيكون عندي في وقت اه في اوقات الشتاء لما بنروح اه البحر بنبدأ نحس بالدفع يعني طبيعا لما بنروح اه مثلا اسكندرية في مصر في فصل الشتاء على الشاطئ بالزد بنبدأ نحس ان الهواء اللي بيجي لنا بالليل بيكون دافي طب ده السبب السبب ان مياه البحار والمحيطات بتقعد طول النهار تمتس تمتس في الحرارة وتيجي طبعا طبعا بتمتس الحرارة ببط وتفقد الحرارة ببط فبنيجي بالليل نبدأ بنحس بالنسيم او بنحس بالدفع طب التوزيع الحرارة ده هل بيأثر على الكينات البحرية اه طبعا ان احنا عندنا مثلا الشعاب المرجانية الشعاب المرجانية دي اه دي كائنات بحرية بتحب تعيش في درجات حرارة محددة يعني في درجات حرارة معينة بتحب تكون عايشة على قيد الحياة طب اي تغير في درجات الحرارة ايه اللي ممكن يحصل بيسبب الوفاة لها يعني تغير درجات الحرارة بمعنى ان مثلا الشعاب المرجانية بتحب تعيش على الشط في درجات حرارة معينة طب هنفترض ان درجات الحرارة دي تغيرت قلت او عن المطلوب. ده يؤدي لإيه? يؤدي ان آآ الشعاب المرجانية ممكن تموت. يبقى اي تغير في درجات الحرارة ممكن يؤدي الى وفاة الكائنات البحرية. يعني عندنا مثلا آآ عندنا في كائنات اسمها زوات الدم البارد. يعني ايه كائنات زوات الدم البارد? ان بتعتمد على حرارة جسمها يعني حرارة جسمها بتعتمد على الوسط المحيط بيها. بتعتمد على البيئة المحيطة بيها. الكائنات دي بتحب بتعيش في الاعماء. بتحب بتعيش فين? في اعماق البحار والمحيطات. طب ليه? لان في اعماق البحار والمحيطات بتكون درجة الحرارة مستقررة. مش زي سطح البحر. سطح البحر درجات الحرارة دايما بتكون معراضة انها ممكن ترتفع او تنخفض. لان هي طبعا بتتأثر بايه? بدرجات حرارة الجو. فهي بتحب بتعيش فين اللي هي كائنات زوات الدم البارد? مكانها دايما بيكون في قاع البحار والمحيطات. في مشكلة في جزئية الصغيرة دي? لا يا مستمان. بالنسبة للباقي اه هو موضوع بسيط يعني. طيب هنكمل آآ جزئية. هنتكلم على حاجة اسمها تأثير الضوء. الضوء والاشعاع الشمسي على البيئة المائية. وانا دايما في الحصص بحب اشترك يعني مع الطلبة في الكلام يعني. حد يقدر يقول لي اشعة الشمس يسمعها اصلا اشعة الشمس. تمام? اتكلموا عادي. يعني انا بحبت المشاركة. الطعاية الشمسي احنا عندنا حاجة اسمها الضوء. الضوء اصلا الاساس بتاعه فين? هو اصلا مصدر الضوء الاساسي على الارض هي الشمس. انه عندي شمس وبتبدأ الشمس بتعمل لي ايه? تنزل لي اشعة بتصل بتصل الى الارض او بتصل طبعا لليابسة والمحطات. فنقدر نقول ان ان الاشعة دي بنسميها ايه? الاشعاع الشمسي. طب لما ده اعرفه اصلا وجاقول ايه هو الاشعاع الشمسي? هجاقول بكل بساطة ان هو الضوء اللي جاي من اشعة الشمس. ممكن في الحالة دي برضو نستعين بكتاب الامتحان بحيس ان ممكن تكون الصور اوضح. انتم معكم كتاب الامتحان صح? هو احنا بس انا كتاب يا انا خديد اف. اه البي دي اف ما انا قصد البي دي اف يعني زي اللي انا عرضه طبعا كده كده هو معكو اصلا. جميل. طيب. ممكن حتى نخلي كتاب الامتحان هو اللي قدامنا يعني بدل الكتاب المدرسي وكاد. يبقى عشان الاختصار يعني. يبقى اول حاجة او اول معلومة بنعرفها ايه هو الاشعاع الشمسي? ده هو عبارة عن ايه? الضوء اللي جاي من الشمس او الطاقة اللي جاية من الشمس. طيب. الطاقة دي او الاشعاع الشمسي ده ان الانسان بالعلم والتكنولوجيا قدر يحوله لصور مختلفة من الطاقة. يعني في احنا عندنا دلوقتي عربيات بتمشي مثلا بالطاقة الشمسية. او 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 نقدر نعمل سخنات بالطاقة الشمسية. يعني بنقدر نحول الاشعاع الشمسي الى ايه? الى طاقة. ممكن تبقى حرارية. ممكن برضو بنعمل منه كهرباء. فيه طبعا عندنا محطات كهرباء جدا بالخلايا الطاقة الشمسية. فبنقدر نحول الاشعاع الشمسي ده ال ايه? الى صور تانية من الطاقة طيب الاشراء الشمسي ده لما بيجي لنا بيجي لنا على هيئة ايه هو بيجي لنا على هيئة موجات الموجات تسمى موجات كهرومغناطسية بالنسبة لانكم لسه في قولة سنوي والمعلومة دي هتتعاد عليكم تانية تاني مرة في تانية سنوي فانا هوضح لكم بس ان الموجات اصلا هم عبارة عن نوعين. يعني بصفة الموجات عبارة عن هنرمز برمين اول موجات قمة نازلة والمسافة ما بين القمة والقمة طبعا ما نسميها الموجة هي دي الموجة الموجة الطولية. ما بيصل الارض بيوصل لنا على هيئة موجات كهرومغناطسية اسم الموجة كهرومغناطسية يعني هي مشتركة ما بين الموجة كهربائية وموجة مغناطسية فانتو الاول ما تسمعها كلمة موجة او موجات فاحنا حابين نتعرف على انواع الموجات الموجات بصفة عامة انواح ايه؟ بتن الموجة بصفة عامة نورتين. اسم بسمة بالموجة الميكانيكية اللي اعملت لها بحرف مي ومستعرض. اهو ده شكل مستعرض. يعني بتطلع قمة وقعة. زي كده. زي كده. في قعة. والمسافة ما بين قمة وقمة. دي اسمها الحركة المستعرض. طب الحركة التانية بنسمعها موجة طولية. بتمشي بالطول كده. طب بتكون عبارة عن ايه? حتة مضغوطات بشكل ده. وحتة فيها تخلخلات. تخلخلات يعني ايه? المسافات بتوسعها. كده. حتة مضغوطة. هتكون موجة مستعرضة. وبتكون اللي اتنين يعني الكهربائية والمغناطسية متعمدين على بعض. هتعمل شكل عمودي كده. عشان اعرفكو بس يعني ايه كلمة مستعرضة. تمام? تمام الجزئية الصغيرة دي? عرفتو بس. تمام. طيب. آآ يبقى احنا كده كل اللي عرفنا ان في موجات لان هو هنا يتكلم اهو. بصوا في الجنب. سوين كده في حد ببقات السلاح شوف. آآ آآ اعتقد آآ الصوت آآ لان الصوت بالنسبة لكم تمام يا جماعة صح? اه قطة عندنا يعني. طب ماشي. ما فيش مشكلة. طيب عشان تشوفوا هنا في كتاب الامتحان قال لنا ايه? قال لنا طبعا آآ ايه هو طبعا لما قال الغلاف الجوي طبعا الشعاع الشمسي لما بيصل انا قلت لكم بيصل لكل محيط الارض. آآ طبعا ايه اللي على الارض عندنا اليابسة او الغلاف الجوي والغلاف المائي وعندنا حاجة اسمها المحيط الحيوي. او الغلاف الحيوي. آآ لو اول مرة الناس الجداد اللي معنا ما يعرفوش ايه هو الغلاف الحيوي. ده الغلاف اللي بتتواجد فيه جميع الكائنات الحية. من اسفل نقطة او من اقل نقطة في قهر المحيط لأعلى نقطة فين? في الجبال. يعني اي منطقة في الدنيا موجود فيها كائن حي سواء على اليابسة او على المية ده بيدخل ضمن نطاق المحيط الحيوي. بعد كده قال لنا الموجة الكهرومغناطيسية هو نوع من الموجات بيتكون من مجالين متعامدين. مجال كهربائي والاخر مغناطيسي. يتزبزبان معا وفي نفس الطول يعني بمعنى ان هما موجات مستعرضة والاتنين متعامدين على بعض. آآ طبعا انا كنت قلت لكم معلومة صغيرة كده ان المسافة ما بين القمة والقمة بنسميها الطول الموجي. يعني احنا بقى عندنا حاجة اسمها طول موجي. طبعا الرمز بتاعه بيكون آآ ده اسمه لمضة. يعني الواي المقلوبة كده. ده اسمه لمضة. ده الطول الموجي. واي موجة في الدنيا بيكون لها حاجتين. طول موجي وبيكون لها تردد اللي هو آآ ميو. اللي هو بيبقى عمل زي حرف اليو الفوق كده. يعني ده بيكون عندي طول موجي وبيكون عندي تردد. اي موجة في الدنيا مهما كان نوع الموجات. وهل لكم بقى معلومة آآ تكتبوها دلوقتي. العلاقة ما بين الطول الموجي والتردد علاقة عكسية. يعني ايه علاقة عكسية عشان برضو الناس الجدادة. او بنعملها ازاي. العلاقات دايما لما بنجي نعمل عمودين كده واحد رأسي واحد افقي. عندنا نعم من العلاقات. في علاقة ترضية. يعني علاقة ترضية. لو واحد زاد التاني يزيد. او لو واحد قال التاني بيقل زيه. المهم ان الطرفين سواء مثلا سين او صاد بيمشوا مع بعض في نفس الاتجاه. سواء بالزيادة او بالنقصان. طب يعني ايه علاقة عكسية? اننا لو انا عندي سين. وعندي صاد. العلاقة العكسية دايما بنلسمها بالشكل ده. خدوا بالكم من الرسومات. بمعنى ايه? لو سين زاد صاد يقل. طب لو صاد زاد سين تقل. ده معناها علاقة عكسية. ان كل طرف بيمشي عكس التاني. طبعا دي مشهورة العلاقات دي بتبقى مشهورة دلوقتي في اسئلة امتحانات السنوية العامة. يبقى اول حاجة عرفناها ان عندنا علاقة عكسية ما بين الطول الموجي والتردد. طيب. وصلنا بقى ان الاشعاء الشمسي ده. اللي بيجي لنا ده. هو اصلا مكون من عدة موجات. حالفش ان تبقى عارفين. بنسميها ايه? قلنا الموجات الكهرومغناطسية. بتبقى جيال على هيئة حاجة اسمها الطيف الكهرومغناطسي. يعني ده الشرعاء الشمسي. طب هو عبارة عن ايه بقى? بنخدوم كده من الشمال لليمين. من الاقل للاعلى. اول حاجة بتكون اشعة الجامع. بعدها بتيجي الاشعة السينية. بعدها بتيجي الاشعة الفوق بنفسجية. بعدها بيجي حاجة اسمها النقطة الصغيرة اللي هو ملونها بالاحمر واللزرق دي. وهعرفكم ليه احمر ولون ازرق. بالنسبة للبنات بتعرف الكلام ده اكتر. احنا بناخد الالوان بحاجة ما الاحساس. يعني مسلا ما اجا اقوله اللون الاخمر واللون الاصفر واللون البرتقاني فنبدأ نحس بالحر. احنا كده نفسيا كده نبدأ نحس ان الالوان دي جاية من النار. من الحرارة. فبنسمي الالوان دي الالوان الايه? الساخنة. طب اللون اللزرق او اللون البناتسجي دول جايين يعني كده من السقعة. فبنسميها الالوان الباردة. فهم اما بيرسم احمر وازرق اصدوا ان فيه الوان ساخنة او الوان حرى اللي هو الاحمر والاصفر والبلتقالي. والوان باردة اللي هي والازرق والنيلي والبناتسجي. كل ده اصلا هو ده الدوق المرأة على فكرة. يعني الالوان اللي انا قلتها دي اصلا هي دي الدوق المرأة. وبيتراوح طول الموج من كامل من ربعمية لسبعمائة نانومتر. دي وحدة القياس. اللي هو الجزء الصغير ده. يعني الجزء ده بس هو ده الدوق المرأة. يعني الدوق المرأة الدوق اللي احنا عينينا احنا بتشوفه. طبعا لان فيه كائنات حية تانية بتقدر تشوف ايه اه بتقدر تشوف مثلا الاشعاء فو البنفسجية او الاشعاء تحت الحمراء. لكن بالنسبة للانسان ما بيقدرش. هو الانسان حدود نظره بس الدوق المرأة. فنكمل يجي بعده على طول الاشعاء تحت الحمراء. بعد كده الموجات المايكرومترية. وبعد كده اخر حاجة موجات الفرق ما بين كتاب الامتحان وكتاب المدرسة في النقطة دي. هنلاقي ان ادي اه ده الرسمة اللي موجودة فين في الكتاب بتاعنا بتاع المدرسة. طيب في في كتاب الامتحان زود السهمين السهم اللازرق اللي فوق ده. اللي هو ايه? السهم اللازرق اللي تحت ده الاول. اهو. قال من الشمال لليمين بيحصل زيادة في الطول الموجي. طيب ممكن نعبر عنها زي يعني ايه زيادة في الطول الموجي? يعني اقل طول الموجي هي اشعة جمع. اه. بيزيد شوية الاشعة السينية. يزداد شوية عنها الفوق البنفسجية. بعد كده ادت ضوء المال. بعد كده الاشعة تحت الحمراء. بعد كده الموجات المايكرومترية. بعد كده موجات الراجو. هنلاقي ان الطول الموجي ماشي ازاي? بصوا كده. بيزيد اهو. تمام? طيب التردد بقى طبعا بيزيد من اليمين للشمال. عكس الايه? الطول الموجي. هنجي نلاقي التردد اهو. اقل تردد موجات الراديو. اعلى منها شوية موجات المايكرومترية. اعلى منهم شوية الاشعة تحت الحمراء. اعلى شوية الضوء المرئي. اعلى منهم الاشعة فوق البنفسجية. اعلى منهم الاشعة السينية. اعلى حاجة في التردد هي الاشعة جامع في الاتجاه ده. يبقى اللي اتنين ماشيين عكس بعض. بمعنى ان اشعة جامع مثلا هي عبارة عن اقل طول موجي ولكنها اعلى ترددا. طب موجات الراديو هي اعلى طول موجي واقل ترددا. يعني كده اشعة جامع عكس بالزبط موجات الراديو. اشعة جامع اقل اشعة في الطول الموجي ولكن هي اعلى في التردد. طب موجات الراديو العكس هي اعلى اشعة فين او اعلى موجات في الطول الموجي ولكنها اقل في التردد. يبقى كده عندنا بمعنى نشوف كده. لما التردد بيزيد الطول الموجي بيقل. يبقى العلاقة اللي ما بينهم بسمها علاقة ايه? علاقة عكسية. في مشكلة في النقطة الصغيرة دي? لا مشكلة. طيب تمام. بعد كده الضوء الملقي. انا قلت لكم الضوء الملقي اللي هو الجزء اللي احنا بنشوفوه بآآ بعننا. هو عبارة عن ايه? هو عبارة عن الاحمر والبرتقالي والاصفر. على فكرة دول بالترتيب. ما ينفعش نقول الاصفر قبل البرتقالي. يبقى الاحمر والبرتقالي والاصفر بعد كده الاخضر. بعد كده يجي عندنا الازرق والنيلي والبنفسيجي. طب الاحمر والبرتقالي والاصفر انا قلت عليهم الالوان الحرة والازرق والنيلي والبنفسيجي انا قلت عليهم الالوان الباردة. طيب. آآ ليه بقول الوان حرة والوان باردة? لان بعد كده هتيجي معلومة عن الجزئيتين الصغيرين دول. ندخل في الموضوع اللي بعده. الاشعاع الشمسي في الغلاف الجوي. اللي احنا عايزين نقوله. معلومة. آآ ان احنا عندنا اشعة الشمس. آآ سواء نبسا غير لكم اللون. عندنا اشعة الشمس بتكون بتكون بالشكل ده. وهنفترض ان ده آآ المية بتاعتها. شعاع الشمس يئمة بييجي مباشرة يعني يئمة شعاع الشمس بييجي مباشر يعني مباشر بييجي من الشمس لغاية سطح الارض بطريقة مباشرة. ما فيش حاجة آآ مثلا وقفت في سكته. فبنسمي ايه شعاع مباشر يعني بمعنى اصح بنقول ان هو الشعاع اللي بييجي من الشمس مباشرة بدون عملية تشتيت. وفيه شعاع تاني وهو جاي من الشمس ممكن يقابل حواجز في سكته. الحواجز دي هنعرف فممكن والله ممكن يكون شوية غيوم آآ ممكن يكون مسلا ده الوقت مسلا مش وقت بالنهار ده الوقت مسلا وقت متأخر شوية. او مسلا يكون في سحب. فبالتالي بيحصل له تشتت قبل ما بيوصل للارض. فبنسمي ايه اشعة غير مباشرة. فبنلاقي ان الشعاع الشمسي بييجي ازاي? يا اما بييجي مباشر يا اما بيجي مباشر يعني بيجي من الشمس لسطح القلب مباشرة بدون تشتيت. او ان هو بيتشتت اثناء مروره من الغلاف الجوي. طب هو ممكن آآ يتشتت ليه? يعني ايه اسباب ان هو ممكن يتشتت? هو فيه عندنا عدة اسباب. ايه هي اسباب تشتيته? اهو. اول حاجة الموقع الجغرافي. يعني عندنا مسلا دولة على عند خط الاستواء. يعني مسلا دولة افريقية او حتى لو هنقوله مصر. يعني دولة هنا. هنا الدولة اللي بتبقى في منتصف الكرة الارضية. الشمس اصلا بتقع عليها بطريقة مباشرة. يعني دولة اللي بتبقى في نص الكرة الارضية بتبقى معارضة ايه? لكمية اشعاع شمس كبير. طب دولة في شمال الكرة الارضية زي دول اوروبا او القطب الشمالي. لا ده كمية ايه? الشمس بتكون قليلة جدا. يبقى اشعاع الشمسي قليل. فنقدر نقول ان هنا اشعاع غير مباشر. بيتشتت اثناء مروره بالغلاف الجو. طب ايه تاني ممكن يؤثر على اه ويخلي اشعاع غير مباشر? فصول السنة الموسم. مهما نجيش نقارن فصل الصيف اللي الجو بيكون في حر والشمس فيه كتير جدا بفصل زي فصول الشتاء اللي اللي اصلا معظم الوقت اه ما فيش شمس والدنيا برد. طيب تالت عامل الارتفاع عن سطح الارض. فما نجيب واحد مسلا ادي عندي جبل بالشكل ده واد الارض. ونجيب شخص واقف هنا. ونجيب شخص واقف فوق الجبل. اكيد الشخص اللي واقف فوق الجبل هيتعرض لكمية شمس اكبر من اللي واقف فوق سطح الارض. فبالتالي الارتفاع عن سطح الارض يختلف. اه تالت حاجة او رابع او رابع سبب الوقت من اليوم. يعني مسلا وقت الظهر. اللي هو زي دلوقتك يا ده الساعة واحدة والساعة اتنين. وخاصة زي في دول زي دول الخليج. الشمس بتكون عمودية. يعني كمية الشمس بتكون كبيرة جدا جدا. طيب اه بعد العصر كده او احنا دخلنا على المغرب. لا كمية الشمس بتقل. يبقى برضو ده بيأثر. اه بعد كده عندي برضو ايه السحب او الغطاء السحابي. لما بيكون عندي السماء نقية. اه مش زي لما يكون السماء فيها سحاب وغيوم. ده برضو بيأثر على ايه? بيأثر على توزيع الغلاف او الاشعاع الشمسي. بديل عوامل اللي بتخلي الشعاع الشمسي بييجي بطريقة غير مباشرة. اه النقطة بقى اللي ممكن يعني ايه نحاول اه نتكلم فيها كمان عشان نبدأ نرجع ونجيب شوية من الاول. انا امسح بس الحتة دي طيب. في عندنا آآ نقطتين صغيرتين آآ صغيرين بالنسبة للشمس. لما بتكون عندنا الشمس بالشكل ده كده. وده هيكون عندنا سطح البحر. الشعاع الشمسي ممكن ييجي على سطح المية بطريقتين. اول طريقة احنا عندنا طبعا نقطة طول النهار. الشمس بتجي ايه بتجي من الشرق. وتمشي كده. مثلا هنفترض ان ده يعني آآ شرق او غرب. المهم ان الشمس بتمر بدورة. ممكن الشمس بعد كده بتجي هنا. بعد كده الشمس بتجي فين هنا لغاية ما يحصل ايه? اما تحصل عملية الغروب. سواء الشمس في وقت الغروب او وقت الشروق. شعاع الشمس هيوصل لنا ازاي? هيوصل لنا مايل بالشكل ده. اهو. مايل بالشكل ده? طيب ايه اللي يحصل له اول ميوع على سطح المية? جزء منه هيخترق المية جزء بسيط جدا. اما الجزء الاكبر هيحصل له تشتيت او هيحصل له ايه? انكسار. هينكسر بالشكل ده. اه انعكاس قصد. هينعكس. هينعكس يروح فين? هيروح تاني في الغلاف الجو. يبقى وقت ما الشمس اه تسقط الاشعة بتاعتها بطريقة ميلة. هيحصل ان فيه انعكاس جامد للغلاف الجوة من اشعة الشمس ومقدار بسيط جدا من الاشعة هو اللي هينزل المية. طيب. لما بيكون بقى الشمس تكون عمودية. بالعكس هنا هيحصل العكس بقى. ان انعكاس الاشعة هيكون قليل والاشعة والاشعة اللي هتخترق المية هتكون كبيرة. يعني حجم الاضاءة هيكون عالي جدا. في المية. وهنا بقى نقدر نقول ان المية هتختلف في الاضاءة على حسب ايه? على حسب شعاع الشمسي ده. يعني ايه المية تختلف في الاضاءة? اه لو جربنا نعوم في المية او ننزل البحر اول ما هننزل المية ممكن في الاول خالص نلاقي المية ايه? اه قدرين نشوف فيها يعني اه بانينا كده قدرين نشوف فيها. لو غطصنا التحت شوية بنبدأ نحس ان المية ايه? بتبدأ الاضاءة تقل. طب لو غطصنا اكتر في عمق المية هنبدأ ان نلاقي لا ان الموضوع بقى خلاص الدنيا بقى الظلمة تماما لان في اعماق البحر والمحطات مفيش ضوء نهائيا. فقال فقالوا ان احنا هنبدأ نقسم الاضاءة في المية الى ايه? الى عندي المنطقة السطحية او المنطقة المضاءة ودي منطقة اصلا بيصل اليها ضوء كافي عشان عملية التمثيل او البناء الضوئي. يعني ايه? يعني ان الكائنات البحرية زي التحالب او الشعاب المرجانية او حاجة اسمها الفيتو بلانكتون. شرحت لكم قبل كده الفيتو بلانكتون. ده انواع من الهائمات البحرية النباتية. كلمة بلانكتون. دي عبارة عن كائنات دقيقة بتعيش على سطح الماء. ممكن البلانكتون ده يكون نبات بنقول عليه فيتو بلانكتون. وممكن البلانكتون ده يكون حيوان بنقول عليه زو بلانكتون. فبالتالي الفيتو بلانكتون او الشعاب المرجانية او الطحالب بتقدر تعمل عملية البناء الضوئي تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية مخزنة في النبات اللي بتقدر تستفيد بها بقية الكائنات الحية في غزائها تاني منطقة تحتها شوية الاضاءة بتبدأ تقل اللي بنسميها المنطقة الشفقية اللي هي منطقة متوسطة العمر هنا بيصل اليها ضوء بس اقل من الضوء اللي فوقيها بس ده مش كافي اصلا ان احنا نعمل عملية البناء الضوئي اخر حاجة المنطقة المظلمة اللي هي منطقة الاعمق بقى دي طبعا لا يصل اليها الضوء وبالتالي بتكون مظلمة تماما كده احنا قدرنا نقسم البحر او الميا الى ثلاث مناطق المنطقة المضاقة المنطقة الشفقية والمنطقة المظلمة طب عملية البناء الضوء بصفة عامة بتحصل فين في المنطقة المضاقة بس او المنطقة السطحية عشان اه في علاقة هنا اه ممكن نوصل لها حد يقدر يقول لي ايه العلاقة ما بين شدة الاستضاءة والعمق يعني علاقة عاصل ترضية ولا علاقة عكسية ها حد عنده فكرة ممكن ترضية يعني كلما كلما ازداد عمق المية بتزداد الاضاءة لا بتقل يبقى دي بنسميها علاقة ايه واحدة بتزيد التانية بتقل العلاقة دي اسمها عكسية تمام انا حبيت اديكم بس مثال يعني ايه علاقة عكسية علاقة عكسية بمعنى ان لو في جزء زاد التاني قل زي كده لو العمق اهو العمق كلما ازداد العمق ايه اللي بيحصل الاضاءة الاضاءة تقل فهنا بنسمي العلاقة عكسية فممكن بنلسمها في الاشكال ازاي بنلسمها بالشكل ده كده دي اسمها علاقة عكسية لو انا جبتها بعد كده اسئلة ولا حاجة وقلت العلاقة ما بين اه شدة الاستضاءة وعمق المياه فنقدر نقول على طول دي بتكون علاقة عكسية مش علاقة طردية تمام اه النقطة الاخيرة بقى اللي هنتكلم فيها اللي هو انتشار الاشعاع الشمسي في المنطقة المضاءة يعني احنا هنتكلم بس على المنطقة المضاءة اللي هي المنطقة اللي فوق دي بسم الله ازاي اه اولا احنا عندنا دي اه لما بييجي الدوق بينزل دوق الشمس في المنطقة المضاءة ده اول عشرة متر او هنتكلم على اول عشرة سنتيمتر اول ما الدوق بييجي كده في المية في اول عشرة سنتيمتر من المية عندنا الاشعة تحت الحمراء تنتص بالكامل يعني اه 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 طبعا الدوق المرقي بس هو اللي بيبدأ يخترق المية اما الاشعة تحت الحمراء دي كلها على بعضها تمتص في اول عشرة سنتيمتر من الساطح طيب الاشعة تحت الحمراء دي كان موقعها فين لو بصنا عليها في الجدول اهو اللي هي اصلا بتبقى ايه اعلى شوية في الطول الموجي من الدوق المرقي دي الاشعة تحت الحمراء دي بيحصل لها ايه دي كلها على بعضها تمتص في اول عشرة سنتيمتر من المية بعد كده ايه هنوصل لليه ليه الجزء المرقي بقى طب اشعة الدوق المرقي بقى توزيحها ازاي عشان هو هنا كتاب اللي بتحنزود لكو اه النسب اللي هي الخمسة وسبعين والسبعة وتمانين والتسابعة وتسين هو مزود هو الكتاب قال ان في اول عشرة متر يمتص كم خمسين في المية من الدوق في اول عشرة متر في المية في اول عشرة متر اهو يمتص خمسين في المية من الدوق وعلى فكرة بيمتص اصلا اكتر منهم الالوان الدافع. اللي هي الايه? الاحمر والبرتقالي والاصفر. اهو. يعني نقدر نقول ان الاطوال الموجية الطويلة بتمتص اصلا فين? في الطبقات السطحية للمية. اه اه كان في سؤال اه حابب اسأله لكم. اه كنت سألته برضو للغات يعني. هو اه حد يقدر يقول ليه لون المية المية بصف عمي يعني مياه المحيطات والبحار والانهار. ليه بنلاقيها لونها ازرع? علشان بتنتصر للغوة والازرع هو يعني اطوأ بيوصل لصلاة. حول الصحة. اللي هو اللون الازرع بيوصل لغوة اكتر. انت اسمك ايه? جنات. طيب يا جنات الاجابة دي انت قررتها قدرتها قدامك ولا انت عارفاها? لأ انا مش عارفها بسواق. ان كان في المية برضو من المية اصلا 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 في الساعة. اه. انا عارف انه هو بيتحاول لونها ازل لانه اصلا من صف الليل اللي نجرأ من هو الطيس. اصلا عارف اسمه اللي اجرأ فبدو يوقتي كانت اللي بيوصل لها في الساعة. جابتك صح مية في المية على فكرة. اولان يعني. لان انا بسترس بستغرب. لان انا كل لما سألت السؤال ده يمكن من السنة اللي فاتت. طبعا ده كان في اه مادة تانية السنة اللي فاتت. نفس القصة كده. فكل ما سأل السؤال يقولولي ساعة انها بتعكس ايه طبعا اه السماء? او بتعكس اللون بتاع السماء? فبدو لونها ازل. دي كانت معلومة طبعا من ايه من الاعدادة. لكن انت اجابتك هي الاجابة الصحة. ان احنا عندنا في المياه السطحية اصلا في يعني في بداية المية. اللي بيحصل ان ان الالوان بتمتص. الالوان الدافئة بتمتص. في بداية المية. ايه اللي بيكمل معايا ادي الالوان الدافئة ها? بتمتص فين? في بداية المية. اللي بيكمل معايا الالوان الباردة اللي هي الازرق والبنفسيجي بيكملوا معايا الاعماق مثلا لغاية عمق مئة متر. وعشان كده بنبدأ نشوف المية اصلا باللون الازرق. ده فانت اجابتك صح مية في المية. فنقدر نقول ان في اول خمسين اه في اول عشرة متر بيمتص حوالي خمسين في المية من اه طاقة من من الضوء اللي هو الايه اه المال طيب بعد عشرين متر يبدأ الكمية ال لخمسة وسبعين في المية يعني يمتص خمسة وسبعين في المية من الضوء بعد كده تلاتين متر سبعة وتمانين ونص في المية بعد كده عند مية متر بينتص حوالي تسعة وتسعين في المية من الطاقة الساقطة للساقطة طيب الواحد في المية ده عبره عن ايه هو بيتن مكمل اصلا لغاية عمق تقريبا خمسة متر يعني بتبقى الاضاءة اه شبه منعدمة مش منعدمة شبه منعدمة بعد المية متر فكده عرفنا ايه هي الالوان الدافئة اللي هي بتنتص في الطبقات السطحية للمية هي طبعا الالوان او الموجات الموجية الطويلة اما الموجات الطوال الموجية القسيرة اللي هي زي اللازرة والبنفسيجي دول بيكملوا معانا وبيخترقوا طبقات المية لغاية عمق تقريبا عمق المية متر وده بيكون سبب في ان لون المية بيكون لونها ازرع بعد كده بيقول لي ان تصنيف اصلا الالوان الى باردة ودافئة ده هو تصنيف نفس يعني الالوان الدافئة زي ما انا قلت في بداية الحصة بترتبط بالشمس والحرارة اما الالوان الباردة بترتبط بترتبط شوية بالايه بالسماء والبح والجليد دي الجزئية اللي كنا بنتكلم فيها وطبعا هنا هنا بتكلم على ايه بيقول لو انا حتى اه لو اختراق المية اه ضوء في المياه الساحلية والضحلة يعني المياه السطحية هنلاقي ان جميع الالوان الموجودة عندنا اللي هي الضوء الملء اما في المحيط المفتوح هنبدأ نلاقي نشوف ان الضوء الملء واخد بس الجزء الاول في المياه السطحية ثم اللي بيكمل معايا هي الالوان الباردة اللي هي موجودة فين اللي هي بتكون موجودة في اه بتنزل لأعماق معانا لغاية ميت متر طيب ده معنى ايه معنى ان في الجزء العلوي اللي هو المياه السطحية ان هلاقي الكائنات اللي بتبدأ تعمل عمليات البناء الضوء اللي هي النباتات المائية والتحالب والهائمات النباتية دول موجودين فين هيكونوا موجودين في الطبقات العليا او الطبقات السطحية للمياه لان هي محتاجة ضوء عشان تعمل عملية البناء الضوء عشان يبدأ يحصل فيها ايه كآآ ان الكائنات الحقيقة تبدأ تتغزى على النباتات البحرية يعني حتى توافر الضوء بيرطبط بيتوافر النباتات البحرية يرتبط بيتوافر الايه الكائنات البحرية او لحيوانات البحرية المختلفة اللي بيخلي فيه وفرة فين فيه الكائنات البحرية ودي الجزء اللي انا كنت حابب اشرحها النهاردة او اكملها النهاردة وبالنسبة لنبدأ ارجع معكم شوية بقى قدام ان احنا نتكلم شوية طبعا انتم ما حضرتوش معانا ايه الجزئية الاولان ايه تمام كده حتى برضو يا محمد يعني انتظروها زي المراجعة مدة عشر دقائق اه مبدئيا العلوم المتكاملة هي عبارة عن مادة هتشمل ان احنا لو درسنا المية بنحاول نشوف المية من وجهة النظر الكيميائية من وجهة النظر الفيزيائية ومن وجهة النظر العامة فبندلسها من ثلاث جهات سواء المية سواء الضوء سواء الحرارة سواء التربة ده هو ده منهج اصلا العلوم المتكاملة فايه هي المية اصلا ده سائل حيوي شفاف ويعتبر ان هو وسط بتتفاعل فيه كتير من المركبات الكيميائية طيب كل ما بيحصل تفاعلات كيميائية في المية ده بيأصل على جودة المية يعني ممكن يخل المية صالحة للشرب او صالحة للحياة وممكن بعض التفاعلات الكيميائية تخلي المية بل بل غير صالحة للحياة طيب اه تاني حاجة هي المية بتكون موجودة في انهي حالة المية موجودة في حالات المادة التلاتة ايه هي حالات المادة التلاتة الحالة الصلبة في الحالة الحالة الصلبة بتتقارب الجزيئات من بعضها البعض الجزيئات الداخلية لها اهي وبعد كده عندنا الحالة السائلة الجزيئات بتكون بعيدة شوية عن بعضها وعندنا الحالة الغازية الجزيئات بتاعتها بتكون متبعدة كتير عن بعضها. هنا هو كاتب لنا ان المية عشان يحصل لها عشان تتحول من حالة التجمد للحالة السائلة محتاجة عملية اسمها الانصهار. او من الحالة السائلة للحالة الصلبة ده عملية التجمد. طب لو من الحالة السائلة للحالة الغازية ده التبخير. طب من الحالة الغازية للحالة السائلة ده عملية اسمها التكسيف. طب بيقولوا ليه? عشان بعد كده عندنا حاجة اسمها دورة المياه في الطبيعة الماء اصلا فيديته ايه هو ضروري اصلا ان جميع الكائنات الحية اللي على سطح الارض تكون تعيش يعني ده ايه لان كل الكائنات الحية اللي موجودة على سطح الارض بيكون جواها في تلكبها الداخلي خلايا يعني كل الكائنات الحية فيها خلايا طب الخلايا دي لها بيباريها غشاء من خالجي كده اسمه غشاء البلازمي وده غشاء اسمه بنسميه شبه منفذ يعني بيدخل بعض المواد وما بيدخلش مواده اخرى او بيخرج بعض المواد او بعض السوائل وما بيخرجش ايه سوائل اخرى كل اللي يهمنا فيه الخلية والغشاء البلازمي حاجة ان الغشاء ده بيسمح بمرور الماء داخل الخلية الماء ده يعني ايه طاقة وبيسمح بخروج الفضلات من الخلية يبا الغشاء اللي بلازم يدوره بيدخل الماء لانتاج الطاقة او المواد اللازمة لانتاج الطاقة وبيخرج ايه بيخرج المواد اللي هي بنسميها الفضلات بتاعة الكائنات الحية عندنا كوكب الارض بيتكون من اغلفة اغلفة دي يعني ايه غلاف غلاف ده زي لما بنشتري مثلا شوكولاتة او بسكوت فبتكون مغلفة من الخالق بغلاف طبعا الغلاف ده مايمتحش ان انا اشتري شوكولاتة والغلاف ده يبقى مثلا مغط نصها وسيب نصها مكشوف لا غلاف يعني بيبقى محيط بالكرة الارضية الحطة كاملة طب ايه هي الاغلفة بتاعة الارض الغلاف الجوي دي اللي هو طبعا معروف اللي هو الهوى والغازات اللي محيطة بالارض من كل اتجاه الغلاف المائي كل ما هو مية على سطح الارض سواء بحار سواء محيطات سواء انهار سواء مياه جوفية يعني ايه مياه جوفية يعني مياه موجودة تحت سطح الارض اللي احنا بنفحر عليها وبنطلع منها ابار المية عندنا الغلاف الجليدي على فكرة الغلاف الجليدي ده من ضمن الغلاف المقلن هي عبارة عن مياه متجمدة عندنا الغلاف الصخري ايه هو الغلاف الصخري ده عبارة عن اليابسة كلها وعندنا الغلاف الحيوي اللي لسه متكلمين عليه من شوية في حصة النهاردة اللي انا قلتلكم هو عبارة عن النطاق اللي بتعيش فيه الكائنات الحية بس من اعمق نقطة في البحار بيعيش فيها كائن حي لأعلى نقطة في الجبال بيعيش فيها كائن حي دي الاغلفة اللي هي بتحيط بالارض اللي همنا منهم اللي هو الغلاف المائي الغلاف المائي ده هو غلاف بيحيط ايه بالكرة الارضية من كل اتجاه طبعا لان احنا عندنا هو بيشمل ايه البحار والمحيطات والمياه الجوفية طب المية بتغطى قدي من سطح الارض المية نسبتها سبعين في المية والباقي طبعا يابس يعني عند سبعين في المية مية وثلاثين في المية هو اليابس طب السبعين في المية مية دول بنوزعهم ازاي هو عبارة عن سبعة وتسعين في المية مية مية ملحة اللي هي المية اللي موجودة في البحار والمحيطات والبحيرات الملحية احنا عندنا البحيرات نوعين اي بحيرات نوعين بحيرات بتكون المياه بتاعتها ملحة وبحيرات بتكون المياه بتاعتها ايه عزب طيب واحد في المية بيكون مياه عزب اللي هو عبارة عن المياه الجوفية والبحيرات العزبة والانهار والاتنين في المية البقيين دول الجزء المتبقي من المياه المتجمدة اللي هي بتبقى الانهار الجليدية والقمم الجبال طبعا بتكون متجمدة والمناطق القبية وعلى فكرة يا معظمها بتكون آآ ميا مش عازبة على فكرة آآ تخيلوا إن جميع الكائنات الحية اللي هو الإنسان والحيوان والنبات جميع الكائنات الحية اللي موجودة على سطح الأرض بتشرب قد إيه كلهم مشتركين في واحد في المية بس من الميا اللي موجودة في الكرة الأرضية طب إحنا عندنا في مصر عندنا طبعا البيئات المائية عندنا البيئة اللي فيها المياه العزبة اللي هي طبعا نهر النيل والبحيرات العزبة وعندنا طبعا البيئات المالحة البحر الأحمر البحر المتوسط وعندنا بحيرات مالحة عندنا خليج السويس وعندنا خليج العقب اللي بعدها الموضوع اللي بعده دورة المياه في الطبيعة دورة المياه في الطبيعة ممكن نختم بيها النهار دا يعني المياه يعني دورة دورة معناها إن إحنا عندنا بداية وانهاية وتبدأ تاني من اول وجديد زي ما المية بتبني فبتبدأ ايه؟ ان احنا عندنا طبعا عندنا بحار ومحطار اول حاجة مع ارتفاع درجات الحرارة يحصل ايه؟ يحصل ان المية بتتبخر فيطلع بخار المية طب مخار المية ده بيكون لي ايه في السماء؟ بيكون لي السحب السحاب طيب بعد كده السحاب ده بيحصل له عملية ايه؟ ممكن يحصل له عملية التكسف تمام؟ فيبدأ تنزل المية تبدأ تنزل المية على هيئة ايه؟ على هيئة امطار على هيئة امطار طب يبقى المصدر الاساسي للمية اللي موجود على الكرة الارضية هي دي العملية الامطار مثلا طيب وبرضو عندنا برضو المية لها مصدرين تانيين عملية النتح في النبات ان النبات ساعت بيطلع لنا مية اللي هو التنفس في النبات والحيوان طب المية دي لما بتنزل على الأرض اللي هي المية لما بتنزل على الأرض بيقول المية لما بتنزل على الأرض بتعمل لي حاجة اسمها إن ممكن المية تدخل في التربة وتعمل لي مياه جوفية طيب أنهي تربة لازم تكون الصخور بتاعتها صخور رسوبية كنت وضحت قبل كده يعني كلمة صخور رسوبية أولا الصخور بصفة عامة ثلاثة أنواع صخور نالية وصخور اسمها صخور متحولة وصخور اسمها صخور رسوبية طيب أنتو يهموكوا النارية والمتحولة في حاجة لا ما يهموكوا مش في حاجة بس الفكرة إن ممكن أنا أجيب سؤال وأقول إن المياه الجوفية بتبدأ تتصارب داخل أنهي نوع من الصخور فلازم نعرف إن هي الصخور رسوبية بس طيب مش معنى رسوبية إن الصخور رسوبية في تكوينها بتكون عبارة عن حبيبات كده يعني إيه طب ليه اللي بسمة دي معنى إن فيه فراغات ما بين الحبيبات فلما المية تنزل سواء المية زي الرمل يا جماعة بالزبط زي ما بنكبه مية على الرمل أو الطين اللي هو التراب قصدي لما بنكبه مية على الرمل بنلاقل إيه حبيبات الرمل بتشرب إيه الرمل المية على طول ونفس القصة لما بنرش مية على التراب بنبدأ إن التراب يمتص المية طب نتيجة إيه نتيجة إن فيه وجود فراغ في الحبيبات بتاعت الصخور رسوبية فبتبدأ المية تعد منها للطبقات اللي تحت أما النوعين التانيين من الصخور بيبقوا مثلا زي الصراميك بتاع الأرضيات بتاع البيوت كده لو وقع عليه مية ما بيمتصهاش يعني بتبدأ المية فوق هي دي الصخور النارية والصخور المتحولة بتبقى كده بس كلمة احنا نفهم بس يعني ايه انا ليه قال لي كلمة الصخور الرسوبية ودي دورة المياه في الطبيعة في اي سؤال يا جماعة في النقط دي بالنسبة للناس الجداد طيب النقطة اللي بعدها بنتكلم هنبدأ في الجزء الكيميائي الجزء الكيميائي اللي هو المية المية اصلا بتتكون من كم عنصر هم عنصرين اكسجين وهيدروجين وتكلمت انا في جزئية منهم من شوية حتى في حصة النهاردة ان انا قلت ايه ان قادل اكسجين وقادل لتنين هيدروجين طيب اولا لازم نعرف ان ان حجم في حاجتين هنا الحجم والكتلة لازم نعرف الحجم والكتلة طبعا عشان فيه عندي زرعتين هيدروجين فحجمهم يبقى ايه 66 يعني اكبر من حجم الاكسجين او بمعنى اصح الهيدروجين اتنين الى واحد اكسجين اتنين الى واحد اتنين هيدروجين الى واحد اكسجين ده بالنسبة للحجم طب بالنسبة للكتلة اللي هي الوازن لا ده احنا عندنا الاكسجين اكتر كتلة من ايه من الهيدروجين ده الاكسجين كتلته الوحدة 88 وال89 من مية اما الهيدروجين كتلته 11 و11 من مية يعني واحد الى تمانية تقريبا يبقى عندنا بالنسبة للكتلة لا ده كتلة الاكسجين اكبر من كتلة الايه الهيدروجين اه طبعا دي بعد التجارب نتكلم على الروابط اولا الاكسجين زرعة الاكسجين الواحدة احنا عندنا كلمتين جزيء الماء وفيه حاجة اسمها جزيئات الماء احنا دلوقتي بنتكلم على ايه جزيء الماء الواحد جزيء الواحد بس اللي هو اصلا بيكون ايه ان زرعة الاكسجين بترتبط مع زرعة الهيدروجين برابطة اسمها رابطة تساهمية الرابطة التساهمية دي يعني في عندي في اتنين روابط تساهمية في جزيء الماء الواحد طب الزاوية ما بينهم بتكون كام مية واربعة ونص مية واربعة يبقى جزيء الماء الماء الواحد بيكون ايه رابطتين تساهميتين الزاوية ما بينهم ايه مية واربعة ونص ده الجزئية الاولانية اللي اتكلمنا فيها وبيفضل على فكرة دايما العلامة اللي فوق الاكسجين دي معناها ان فيه اتنين الكترون سالبين الشحنة دايما موجودين فين فوق الاكسجين اللي ده بسببهم هيعمل ايه اللي بسببهم ان انا هرسم كمان زرة اكسجين اهو وهترتبط بي اتنين هيدروجين كده ادي اتش و ادي اتش هنا هنبدأ نتكلم على جزيئات الماء لما يكون عنده اكتر من جزيئة بقى يبدأ الالكترون ده يروح يرتبط مع الهيدروجين ده ويبدأ الالكترون ده يروح يرتبط مع الهيدروجين ده هنا بنسمي نوع الرابطة ايه رابطة هيدروجينية يبقى الرابطة ما بين جزيئات الماء رابطة هيدروجينية طب الرابطة اللي موجودة فيه جزيئ الماء هي رابطة ايه رابطة تساهمية كده انا فاهمتوك دور الاتنين الالكترون وعلى فكرة الرابطة التساهمية الرابطة التساهمية هي عبارة عن رابطة اقوى من الرابطة الهيدروجينية يعني ياريت تكتبوا الجزيئة الصغيرة دي لان المعلومة دي جاية من اعدادي ومقرارة عليكم دلوقتي هما ما قالوا هاش بس على اساس المفروض ان المعلومة تكون عندكم الرابطة التساهمية اقوى من الرابطة الهايدروجينية في اي سؤال في الجزئية الصغيرة دي انا هاختم على كده عشان الوقت ولوراكم الحصة تانية والحصة الجاية برضو ممكن نعمل مراجعة وديكم برضو جزئية تانية من مقدمة الكتابة حد لها اي سؤال في اي سؤال بالنسبة لكم اه تفضل هي عملية النطح اه عملية النطح طيب سؤال بسيط او كده هو لو احنا جايلينا في عز الشبس بيحصل لنا كانسان ها مبنيمشي كتابة تحش الشبس طلينا ايه بنعرق اه طيب انا بيعرق بيطلع ايه العرق طيب طيب العرق ده عبارة عن ايه ما هو مية من جوة جسم الانسان بتطلع عشان كده احنا دايما في فرصية بنشرب مية كتير نتيجة ان اجسامنا بتفقد المية نتيجة العرق طيب ما هو النبات في عز الحرارة بيحصل له خاصة في اوقات زي اوقات الفجرية اما بيكون الجو مكتوم قوي بيبدأ النبات يعرق هو كمان بيبدأ يطلع ايه قطرات النادى صح او بيبدأ مش النادى قصد بيبدأ يطلع قطرات مية بنلاقي ان ورقة المية كده بنحس ان عليها نقط مية صغيرة هو ده النتحة في النبات تمام؟ اللي هو بيسوي ايه عند الانسان؟ هو بيسوي العرق عندنا نحنا تمام؟ وضحت؟ نتح ده اللي هو العرق اه اه في الانسان بنسميه عرق في النبات بنسميه النتر طيب اي اي سؤال تاني؟ اه مستمر حتى لو حصلت على اي معلومة حتى ما فيش اي مشكلة طيب انت عندوكو حصة بعد دي ولا؟ اه الله طيب اسلم الهوست سويني نقفل بس ايه